اجتمع مجلس ادارة النادي الاهلي يوم الحد 2 يناير سنة 1944 لانتخاب رئيس بعد وفاة جعفر ولي باشق وزي ما احنا عارفين ان قانون النادي يعني لاحته بينص في الوقت ده على ان الجمعية العمومية بتنتخب مجلس الادارة وبعدها المجلس بيجتمع وبيختار من بينه الرئيس والوكيل وانتخب اعضاء مجلس الادارة احمد محمد حسنين باشا عضو المجلس رئيس للنادي عشان يبقى الرئيس الخامس للنادي الاهلي وجه في محضر الجلسة تقرر باجماع الاراء انتخاب حضرة صاحب المعالي احمد محمد حسنين باشا عضو مجلس الادارة رئيسا للنادي بدلا من المغفور له المرحوم جعفر ولي باشا مين بقى احمد حسنين باشا؟ هو احمد محمد مخلوف حسنين باشا البولائي من موليد 31 اكتوبر 1889 والده عالم الاظهر محمد حسنين وجده احمد حسنين وكان لقبه امير التجار والده محمد حسنين كان قريب من الخدوي عباس وبعده السلطان حسن كامل احمد حسنين باشا كان ابنه الوحيد قدر والده يجيب له توصية من رجال البلاط لإلحاقه بإحدى الجامعات البريطانية وفعلا التحق بجامعة اكسفورد واتخرج فيها وبعد كده شغل عدة وظايف عام 1920 اشتغل كمساعد مفتش بوزارة الداخلية بعدها تم انتدابه لمفاوضة ايطاليا بشأن الحدود الغربية عام 1924 وبعدين تم انتدابه امين سر للملك فؤاد سنة 1924 وبعدها تم انتدابه لملازمة ولي العهد الامير فاروق في رحلته للدراسة بلندن في اكتوبر 1935 وده اللي سعده بعد كده في تولي منصب رئيس الديوان الملكي سنة 1940 احمد حسنين باشا كان رياضي وكان بيلعب لعبة السلاح وتحديدا سلاح الشيش وكان اول لعب مصري يشارك في الدورات الأولمبية لما اشترك في لعبة السلاح في الدورة الأولمبية بستوكولم سنة 1912 وكان واحد من اعضاء النادي الاهل القدامى ترجمة نانسي قنقر